كما فهمت من سيد عود أن الملفات غير مرتبطة وأن تركيا تتعامل مع الملفات في المنطقة كل ملف على حدة بمعنى اليوم أصبح ممكن أن لا نربط بين كارباغ أذريبيجان وأرمينيا والتفاهمات التركية الروسية مع ما جرى من انسحاب من هذه النقطة في مورك لهذا الحد أصبحت إدلب مشتبكة مع هناك ترابط بين الملفات في المنطقة سيد سعد نعم أنا لا أعتقد أبدا تركيا دولة ليست فصيل لأن تأخذ هنا وتترك هناك هي عندما دخلت إدلب لم تكن أذريبيجان ولم تكن أرمينيا وحتى لم تكن ليبيا وبالتالي هي دخلت لمنع تهجير أكثر من أربعة مليون سوري دخلت لمنع هذه الميليشيات الطائفية المجرمة لقتل أكبر عدد ممكن من السوريين وتهجيرهم وتدمير مدنهم لكي لا تتحمل تركيا أكثر مما تحملت اليوم أكثر من خمسة مليون سوري موجودين في سوريا لو لم تتدخل تركيا في هذا الوقت لا تم القضاء على كل ما هو موجود في مدينة إدلب وأريافها لذلك الموضوع ليس قابل للتفاوض هناك مأساة وجريمة إنسانية ستحصل في إدلب لو انسحبت تركيا منها يعني ما هو البديل أن تأخذ في أذريبيجان وتترك في إدلب هي ماذا أساسا ماذا تستثمر في إدلب تركيا يعني لا يوجد نفط لا يوجد ثروات لم تدخل لأجل الاستثمار وإنما لحماية أمنها القومي وإنهاء ميليشي نفوذ جغرافي ربما نعم نفوذ جغرافي ومناطق في حلودها الجنوبية يا سيدي الرقم واحد للمصلحة التركية في دخولها لسوريا هو إنهاء تواجد ميليشيات كردية مدعومة أمريكيا إرهابية مصنفة على أنها إرهابية وتقوم بإزعاج الأمن القومي التركي وأيضا لمنع الميليشيات ميليشيات النظام من قصف وتدمير هذه القرى والمدن وتهجير أكثر من أربع مليون سوري لذلك يعني أنا لا أرى أبدا أن هناك مكسبا يمكن أن نتفاوض أو تتفاوض عليه تركيا مع أرمينيا أو مع روسيا في ليبيا أو غيرها لذلك المسألة يعني أنا لا أعتقد وتركيا لديها القدرة الكبيرة جدا على إدارة الملفات كل ملف على حدة أيضا في ليبيا يعني هي لا يمكن هناك أن تأخذ شيء وتترك شيء في إدلب المسألة مختلفة وملفات مختلفة جدا ما هو موجود في أرمينيا وأذربيجان هناك معركة مختلفة جدا عما هو موجود في سوريا هناك معركة مختلفة جدا